اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح تعد الحبوب من اكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء حيث تتعدد اماكن ظهورها ومنها الخدود والرقب والظهر والجبين والانف وغيرها فظهورها يشكل ازعاجا كبيرا لعدد كبير من النساء فهي تؤثر سلبا على جمالهن وتفقدهن جاذبيتهن وهذا بدوره يؤثر سلبا على حالتهن النفسية فيسبب لهن التوتر والاكتئاب وضعف الثقة وغيرها من الجدير بالذكر أن هذه الحبوب لا تظهر عبثا فهناك العديد من الاسباب وراء ظهورها وتختلف اسباب ظهورها باختلاف المنطقة وفي هذا الفيديو سنتعرف على سبب ظهورها في منطقة الذقن الإجهاد حيث يؤدي الى زيادة في افراز هرمون الكورتيزون مما يساهم في تحفيز انتاج الزهم وبالتالي ظهور العديد من الحبوب أو خلل في توازن الهرمونات حيث تتسبب الاطرابات الهرمونية في ظهورها في منطقة الذقن فيعد كل من هرمون التستوستيرون والبروجستيرون ومن اكثر الهرمونات التي تلعب دورا مهما في ظهور الحبوب او اهمال النظافة ويتمثل ذلك في استخدام الادوات المتسخة ولمس الهواتف النقال القذرة ولمس منطقة الذقن بأيد متسخة ومن الاسباب ايضا مشاكل في التصريف الليمفاوي ويتمثل ذلك في حدوث خلل في النظام الليمفاوي ويكون ناتجا عن تراكم السموم والملوثات حول منطقة العنق والفك واخر الاسباب النظام الغذائي حيث ان الاكثار من تناول التوابل والزيوت والاطعم المقلية يساهم في ظهورها بشكل كبير في منطقة الذقن بالاضافة الى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل مشاكل البلع والامساك وغيرها انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات